أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة لا يمكن اختزالها في كلمات فهي علاقة بين الشقيقين وجارين يرتبطان بتاريخ ومصير مشترك وأثبتت وتثبت على مر التاريخ مدى قوتها ورسوخها ومتانتها وقد حرص الأجداد والآباء على رعايتها والبناء عليها وتوارثنا جميعا عنهم الترابط والالتحام فيما بيننا وما زلنا على هذا العهد سائرون وقال سمو في حديث مع صحيفة الرياض السعودية نحن في مملكة البحرين لا ننسى مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتها ودعمها المتواصل والمستمر للبحرين وهي مواقف مسجلة في تاريخ البلدين بأحرف من نور لأنها أبرزت واقع الترابط والتفاعل القوي فضلا عن المشاعر الجياشة والمحبة الصادقة التي يحملها البحرينيون قيادة وشعبا في قلوبهم ووجدانهم للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود حمد أغلا وسدد خطأ في كل ما يقوم به من أجل شعبه والشعوب العربية والإسلامية بل ولشعوب العالم أجمع كما أكد سمو أن علاقات البلدين الشقيقين تزداد تطورا وقوة وأن مجالات التعاون بينهما اتسعت لتشمل مختلف المجالات وبما يحقق طموحات البلدين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الله ورعاه وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود ملك المملكة العربية السعودية ويلبي أمال وتطلعات الشعبين الشقيقين وردا على سؤال حول نظرة عاصفة الحزم أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أننا نعيش في عالم لا يعترف إلا بالأقوية ومن يمتلكون القدرة على التحرك في الوقت المناسب لإجهاض أي توجه توسعي يستهدف المنطقة وخيراتها وأن التحالف الذي قادته المملكة العربية السعودية لتنفيذ عاصفة الحزم لحماية الأشقاء في اليمن بما يتهددهم وحماية المنطقة من تفجر صراع عسكري بغيض جسد هذه الحقيقة واقعا وأظهره للعالم بأسره وحول رؤية سموه لواقع ومستقبل العمل الخليجي المشترك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أكد أن المرحلة الرهينة تتطلب جمع الكلمة والعمل من أجل استقرار دائم وأن تعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التعاطي مع كل مرحلة بما تتطلبه مسيرة المجلس والنائي بدوله عن أي أخطار وتحديات تهدد دول المنطقة في أمنها واستقرارها وتوظيف كافة الإمكانات والطاقات نحو التطوير والبناء والتنمية وقال سمو نحن نمر بوقت دقيق يستوجب المزيد من التشاور والتنسيق وأن يكثف قادة دول المجلس في لقاءات في ظل العمل الخليجي المشترك وإيجاد سياغ جديد للعمل تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التي تشوبها تطورات وظروف دقيقة وبما يسهم في تحقيق أهدافنا في الأمن والاستقرار والنمو وفيما يتعلق بالأوضاع العربية الراهنة أكد سموه أن المنطقة العربية تخوض معركة مصير وتشهد أحداث جساما وأن إنقاذها من كل ما يحدث يكمن في التعامل مع هذه الأحداث بحكمة وأن تكون المصلحة الوطنية ومصالح العرب العليا هي المحركة للجميع وأن يستعيد العالم العربي قدرته على الفعل والتحرك الجماعي لحماية دوله وتأمين مستقبل شعوبه وفي الشأن المحلي أكد صاحب السمو الملكي ليس الوزراء أن البحرين هي وطن للجميع وبلد ينبذ الكراهية والانقسام وهي بلد للتقارب والتعايش بين الأديان فليس لدينا تفرق بين مواطن وآخر وشعب البحرين أثبت في مختلف المواقف التاريخية أنه شعب واعي وعصي على الفرقة لأنه يدرك خطر الشقاق والاختلاف وأشدد سمو على أن النجاحات التي حققتها البحرين في مجال الاقتصاد وغيره هي ترجمة لجهد جماعي أسهم فيه جميع المواطنين كل في موقع إذ أن دافع الجميع هو الرغبة في رفعة الوطني وتقدمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر